اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي خلال الحربين الاولى والثانية العالميتين اصاب البانيا بلاء كبير فكانت نهبا للقوات المحتلة لكن استطاع الالبان بعد ذلك اقامة دولة عاصمتها تيرانا غير ان اعداء الاسلام لم يتركوا اهل البانيا ينعمون بالامان في ظل دولتهم بل تدخلوا لمحاربة الاسلام فيها وفي سنة 1928 من الميلاد لما تولى عرش البانيا احمد زوغو وكان حاقدا على الاسلام والمسلمين قام بالغاء الدروس الدينية في المساجد بل حارب كل معلم من معالم الدين فيها وفي سنة 1939 من الميلاد لما تعررت البانيا للاحتلال الايطالي الذي عمل على تنصير الالبانيين بكل السبل فهدموا المساجد والمدارس وقتلوا عددا كبيرا من العلماء وهجروا الكثير من المسلمين من اهل هذا البلد وكان من جملتهم اسرة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله في بداية قدوم الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى الى الشام اصيب بمرض في عينيه فطلب منه الطبيب ان يعتزل القراءة وان يعتزل اصلاح الساعات المهنة التي كان يمتهنه في اول قدومه للشام يقول عالم الدنيا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما رأيت تحت اديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله أعجوبة من أعاجيب الدنيا في الجلد والبحث والتحقيق والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ترك لنا آثارا علمية يطول حصرها تدل على جلالة قدره وسعة علمه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله ولد في ألبانيا لكنه هاجر مع والده صغيرا ولذلك تلقى التعليم الابتدائي في مدرسة الإسعاف الخيري في دمشق ونظرا لأن والده كان من أهل العلم والفضل في ألبانيا وكان متمسكا بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقد قرر عدم إكمال ابنه للدراسة النظامية ووضع له منهجا علميا مركزا قام من خلاله بتعليمه القرآن الكريم وتحفيظه إياه وتدريسه لفق الإمام أبي حنيفة ودرسه الكثير من العلوم وأخذ بيده إلى جماعة من العلماء في دمشق فأخذ عنهم علوما أخرى من أبرز ما كان يميز الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى الهمة والجلد التي كانت تشغله عن الطعام والشراب لأنه يرى أن قوته وطعامه وشرابه إنما يكون بالقراءة وطلب العلم فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت على الرغم من توجيه والد الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله له وتحذيره من الاشتغال بعلم الحديث فقد أخذ الشيخ الالباني بالتوجه نحو علم الحديث وعلومه فتعلم الحديث في نحو العشرين من عمره وحقق وألف فيه الكثير من الكتب وقد حمل الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في سوريا حيث زار الكثير من مشايخ دمشق وجرت بينهم مناقشات في ذلك ولذلك تعرض للاعتقال أكثر من مرة فمثلا قبل سنة 1960 من الميلاد سجن الشيخ رحمه الله في قلعة دمشق وهي القلعة نفسها والسجن نفسه الذي سجن فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى قبل ذلك لما قامت الحرب في سنة 67 من الميلاد أفرج عن الشيخ الألباني رحمه الله مع جماعة من السجناء لكن لما اشتدت الحرب في نفس السنة سنة 67 اعتقل الشيخ رحمه الله تعالى ثمانية أشهر في سجن الحسكة شمال شرق سوريا وفي هذه السجنة في المرة الثانية قام الشيخ رحمه الله تعالى باختصار شرح صحيح مسلم والتقى في هذا السجن مع جماعة من كبار العلماء والدعاء لقد كان للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جهود علمية وخدمات عديدة منها اختارت كلية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي وكان هذا في سنة 1955 من الميلاد كما اختير عضوا في لجنة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر وسوريا واختير عضوا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في سنة 1395 إلى 1398 وقد زار العديد من البلاد لإلقاء المحاضرات وحضور المؤتمرات وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله مؤلفات عظيمة وتحقيقات قيمة تزيد على المئة ترجم كثير منها إلى لغات مختلفة وطبع أكثرها طبعات متعددة وقد منح رحمه الله تعالى جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات تقديرا لجهوده القيمة في خدمة الحديث النبوي تخريجا وتحقيقا ودراسة صبر الشيخ أياما لكنه لم يطق الصبر على فرقة القراءة فطلب من بعض إخوانه أن يقرأ له كتاب ذنب الملاهي لابن أبي الدنيا يقرأ له في المخطوط فالأخ يقرأ والشيخ يسمع 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 وإذا بهم يمرون على ورقة ضائعة الكتاب ناقص في ورقة ضائعة فطلب الشيخ من الأخ أن يكمل القراءة فأكملها لما شفي الشيخ شفي من مرضه أخذ كتاب ذنب الملاهي لابن أبي الدنيا وذهب إلى المكتبة الظاهرية في دمشق وصار يبحث عن مخطوطة أخرى للكتاب يبحث الآن عن هذه الورقة الضائعة واستمر على ذلك شهورا وهو يقرأ في المكتبة قرأ الشيخ رحمه الله تعالى عشرة آلاف مخطوطة في المكتبة الظاهرية وهو يقرأ كان يكتب يكتب الأحاديث التي يمر بها ويقف عندها حتى كتب الشيخ رحمه الله تعالى أربعين مجلدا بخط يده من الأحاديث التي وقف عليها في هذه المكتبة الشيخ محمد ناصر الدين للألباني رحمه الله من النشيطين في الدعوة إلى الله فلم يكن ليكتفي بالتأليف حتى أضاف إليه الخروج إلى الناس وزيارتهم في بلدانهم وقراهم فمنذ أن كان بالشام وهو يسافر إلى حلب وحماه وإدلب وغيرها وقد ذكر بعض أهل القرى القريبة من دمشق أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يأتيهم كل أسبوع على دراجة هوائية وكانت المسافة من دمشق إليهم حوالي خمسة وأربعين كيلومتر لقد ألقى الله محبة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في قلوب الناس فكانوا يتقاطرون عليه في محل إقامته في الأردن طوال الأسبوع وما يحل في بلد إلا والناس مجتمعون عليه يرمقونه بأبصارهم متعجبين من حفظه وسعة علمه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يأتي المكتب الظاهرية قبل أن يأتي موظفها ولا يخرج حتى يخرج آخر موظف يجلس من الصباح الباكر إلى المساء يأتيه أهله بطعام الإفطار فينشغل بالقراءة والبحث عن الأكل فيحملون طعام الإفطار ويأتون بطعام الغداء وينشغل عن الطعام حتى وقت العشاء لا هم له إلا القراءة والبحث ومع أن والد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يحثه على التمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلا أن الشيخ الألباني قد وجد نفسه في علم الحديث فتعلم الحديث في نحو العشرين من عمره متأثرا بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي رحمه الله ثم صار بعد ذلك من أهل العلم والفضل ومن المتميزين في علم الحديث فكثرت مصنفاته وآثاره العلمية رحمه الله وهذه همته وهذا جلده منذ أن عرف العلم إلى أن توفي رحمه الله تعالى فلم تنقطع عن القراءة والبحث حتى وفاة رحمه الله حتى إنه كان إذا تعب من البحث قرأ وإذا تعب من القراءة قرئ عليه يقال له يا شيخ ناصر الراحة لما لا ترتاح قال راحتي في الكلام والبيان لا في السكوت رحمه الله توفي شيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قبل يوم السبت في الثاني والعشرين من جماد الآخرة في سنة ألف واربعمائة وعشرين من الهجرة الموافق الثاني من أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وتسعين من الميلاد ودفن بعد صلاة العشاء وقد عجل بدفن الشيخ لأمرين اثنين الأول تنفيذ وصيته كما أمر الثاني أن الأيام التي مر بها موت الشيخ والتي تلت هذه الأيام كانت شديدة الحرارة فخشي أنه لو تؤخر بدفنه أن يقع بعض الأضرار أو المفاسد على الناس الذين يأتون لتشيع جنازته رحمه الله وبالرغم من عدم إعلام أحد بوفاة الشيخ إلا أن آلاف المصلين قد حضروا جنازته وشهدوا الصلاة عليه ودفنه رحمه الله تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله مع جهوده الكبيرة في العلم والدعوة والتأليف والمحاضرات التي كان يلقيها هنا وهناك إلا أنه أحياناً لورعه كان يخشى من المشاركات الجماهيرية من ذلك أنه جاء إلى عمان وفد من جماعة أهل الحديث في بنجلادش والتقوا بالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فعرضوا عليه وقالوا له يا شيخ نريدك أن تزورنا في بنجلادش فإن عندنا أربعة ملايين مسلم ينتظرونك يريدون منك محاضرة تلقيها وسنخصص لك ملعباً كبيراً يتسع لهؤلاء ومن فاض فإنهم يقفون خارج الملعب نريد منك أسبوعاً واحداً فقط فقال اعتذر الشيخ وقال لا قال طيب يا شيخ ثلاثة أيام فاعتذر وقال لا طيب يا شيخ يوم فاعتذر وقال لا فقالوا له طيب يا شيخ نحضر لك طائرة خاصة تلقي المحاضرة ثم ترجع لأنهم خافوا أن الشيخ مشغول اعتذاره بسبب الشغل والشيخ يعتذر يعتذر حتى خرج الناس فسئل الشيخ الألباني رحمه الله لما رفضت هذه الدعوة والحضور أربعة ملايين قال لأنني رفضتها بسبب الأربعة ملايين أخشى على نفسي من العجب والرياء رحمه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر